والله أنا شايف يعني في ظل الأرقام العالية في ظل الأرقام العالية اللي اللعبة بتاخدها دلوقتي وبتعرض بالنوادي والمبالغ ضربت بطريقة فضيعة أنا 2008 كنت بخمسة مليون يعني دلوقتي ولا خمسين مليون أنا شايف كده أنا كنت باخد مثلا مليون جنيه في السنة دلوقتي ولا على عشرين مليون أنا شايف الموضوع فيه تضارب عالي قوي وما فيهوش حاجة حقيقية خالص في سعر اللعيب نفسه وكل واحد بيطلب اللي هو عاوزه وكل نادي بيطلب اللي هو عاوزه